انهيارة مفاجئة تتولى بأسقف وسلل مع شروفات بناية تعود للحقبة الاستعمارية وخطر يتفاقم مع كل تقلبات جوية هي مشاهده من قلب عاصمة ولاية عين تيموشت هم عائلات اجتمعت في بنايات قديمة مثل ما جمعت بينهم قوقعة الخوف وهاجس الموت تحت انقاذ منزل وبنايات تتهاوى تدريجيا رغم محاولات ترميمها يعطونا ويدبرو علينا هكين سكاني احنا ولاد زاير مش يرا زاير جاين منا ولا منا نطلبو ربح احنا خمسة على الجوارينا قاعدين نسكين مدلين هاي بلبص مسكينا مغبونين نطلبو متبون يشوف فينا رائسنا رائسنا ونا بغي نبوتو عليه ونبغوه وكل شي نطلبو له انا عايشين فرس كورانين باتوا في الحوش نطلبو من تشوفوا فينا ونطلبو من السلوطات اللي عاونونا هي عمارات وبنايات هاشة لسنحال سكانها يقول في النهار لا خوف علينا فنحن نقضي يوما في الفناء قبل ان يبدأ الترقب في ظلمات الليلة لمنازل لم تعد امنة لنا